أعزائي طلبة الصف السابع مرحبا بكم في تتم الدرس الألعاب الأولمبية في الجزء الثاني من هذا الدرس سوف نتناول في هذا اليوم حل المعجم والدلالة ولكن قبل أن نتنقل إلى حل المعجم والدلالة دعونا نسترجم عن بعض المعلومات الهامة التي وردت في هذا الدرس عن طريق الصور التالية الصورة الأولى تمثل الشعلة الأولمبية والتي أصبحت في عصر الحديث إلكترونية الصورة الثانية تمثل الدوائر المرسومة على العلم الأولمبي والتي تمثل القارات الخمس هنا مرسوم داخل الدوائر بعض ألعاب القوى أو بعض الألعاب التي تمارس في الألعاب الأولمبية نتعرف إلى تعريف ألعاب القوى ما هي ألعاب القوى هي ألعاب كانت موجودة قبل الميلاد تنقسم إلى الجري بمسافات متعددة منها رمي المطرقة، رمي القرص، رمي الرمح، ورمي الجلة، والقفز بالزانة، الوثب الطويل والوثب الثلاثي الصورة الأخرى أيضا تتناول بعض الرياضات المعتمدة في الألعاب الأولمفية ننظر هنا التزلج، كرة الماء الملاكة، ركوب الدراجات عدة ألعاب تمارس في هذه البطولة العالمية هنا نتعرف على بعض الألعاب، هنا المصارعة، ركوب الخير أو الفروسية، كرة الطائرة، ورياضة الشتوية الهوكي هنا نتعرف أيضا على مشاركة المرأة في بعض الرياضات هنا تقوم رابعة الأثقال، وهي من ضمن الألعاب التي أدرجت في الألعاب الأولمبية هنا نتعرف على رياضة شتوية، تزلج، ورياضة صيفية، السباحة هنا أيضا لعبة الهوكي، وهي من الرياضات الهوكي على الجليد، وهي من الرياضات الشتوية هنا أيضا التزلج من الرياضات الشتوية، أيضا هنا القوارب، أيضا سباقات القوارب من الرياضات الصيفية هنا قفز الحواجز، الكرة الطائرة، أيضا من الألعاب المدرجة في الألعاب الأولمبية هنا تزلج على الجليد، رياضة الشتوية، وأيضا رياضة الهوكي، هذه هي المقصود فيها صورة تمثل رياضة الهوكي هذا ما تناوله في الألعاب الأولمبية، هذه الصور ملخص لأهم المعلومات دعونا الآن نتعرف إلى درسنا لهذا اليوم المعجم والدلعلة أضف إلى معجمك اللغوي العدو، تأمل عزيزي هذه الصورة هنا عداء يمارس رياضة العدو، وهي الركض والجري الصورة الثانية تمثل المعنى الثاني تمويل، ونقصد بتمول أو تميل أي تقدم ما يحتاج إليه من مال ونقصد فيه الألعاب الأولمبية أو تمويل أي مشروع في الحياة يحتاج إلى تمويل والمقصود بالتمويل هو المال أما المعنى الثالث فهو مراسم، والمقصود في المراسم هو هنا عداء مغربي مشهور أو عداء عالمي مشهور في رياضة الجري أو العدو هنا تمثل الصورة العدات والتقاليد، وقد وردت في الدرس بمعنى مراسم، والمقصود فيها العدات والتقاليد إذن المعاني هنا العدو، الرقض والجري، تمويل، تقدم ما يحتاج إليه من مال ومراسم بمعنى تقاليد وعادات ننظر هنا مفرد الكلمات التالية الألعاب مفردها لعبة، ونوع الجمع جمع تكسير القوانين مفردها القانون وهي أيضا من جمع التكسير مبادئ مفردها مبدأ وهي أيضا من أنواع جمع التكسير ننتقل إلى السؤال الثاني استخرج من النص كلمات تدل على معنى كل مما يأتي تضبطها نفتح على الفقرة الأولى ونرى هنا تضبطها بمعنى تحكمها دعونا نقرأ الجملة باستبدال المعنى ولكن ما يميز الرياضة اليوم هي مجموعة القواعد والقوانين التي تحكمها التي تضبطها بدل تحكمها تضبطها نأتي إلى المعنى السؤال الباء وهو السؤال فرعباء أعطيت نجدها في الفقرة الرابعة الفقرة الرابعة تبدأ من عند وتشارك وتنتهي في واثني عشر دعونا الآن وتشارك في الإلعاب الأولمبية معظم الدول وقد منحت فلنستبدل منحت بكلمة أعطيت وقد أعطيت متينة أثينا في اليونان شرف تنظيمي أول دورة أولمبية في العصر الحديث السؤال الثالث أو فرع جيم الروابط والعلاقات وردت هذه الكلمة بمعنى في الفقرة الخامسة دعونا نتعرف عن الفقرة الخامسة الفقرة الخامسة تبدأ من عنده اللجنة الأولمبية وتنتهي إلى تقوية الأواصر بين القارات إذن الكلمة المطلوبة الأواصر دعونا نستبدل بدل الأواصر العلاقات ويرمز العلم إلى تقوية العلاقات بين القارات المعنى الأخير الفرح والسرور وهذا المعنى نجده في الفقرة السابعة في كلمة ابتهاجا ابتهاجا هنا دعونا نستبدل الكلمة يتضمن عروضا فنية خاصة بالبلد المضيف فرحا وسرورا بنجاح دورة الألعاب الأولمبية نأتي إلى السؤال الرابع السؤال الرابع فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي الألعاب الأولمبية من أبرز النشاطات الرياضية في العصر الحديث لدي سيارة حديثة لدي هاتف حديث ومعنى حديث هنا جديد نعم كما توقعت يا جديد الفرع الثاني أطال الرجل في حديثه حديث أبي ممتع حديث المعلمة ممتع ومفيد إذن حديث هنا بمعنى كلام السؤال الخامس استخدام الكلمة ومشتقات فتحة فتحة الخماس افتتحة المصدر افتتاح واسم الفاعل فاتح من فتحة دعونا هنا نحاول معا أن نقوم بحل هذا التمرين عزيز الطالب يقام في كل دورة أولمبية حفل افتتاح نعم افتتاح يبدأ بعمل استعراضي للدول المشاركة ما إن ما هنا الكلمة الناقصة ما إن فتح البستاني باب الحديقة حتى حتى انبعثت الروائح الزكية جيم اللاعب بقي لدينا كلمتين افتتح وفاتح نعم افتتح اللاعب المباراة بهدف مبكر عزيز الطالب دعونا نتعرف إلى السؤال السادس وهو العودة إلى المعجم واستخراج كلمة معنى مهد مهد الطفل جميل اشترت أمي مهدا جميلا صنع النجار مهدا رائعا مهد ماذا نقصد بكلمة مهد أحرز اللاعب هدفا جميلا أحرز المهندس نقاطا في مشروعه أحرز الطالب علامة رائعة عزيزي السؤال السادس أرجو حله وبعد استخراجه من المعجم وضعه في جمل وإرسالها لي شكرا لكم حسنة متابعتكم أرجو أن تكون قد استمتعتم بدرسنا لهذا اليوم والذي هو تتمت الألعاب الأولمبية حل المعجم والدلالة ترجمة نانسي قنقر